على مدى الأيام القليلة الماضية رفعت أياد الخير الإماراتية من وطيرة عمليات بحثها قبيل رحيل شهر رمضان عن كل محتاج أو فقير لإغاثته ومعاونته على تحديات الحياة اليومية قسائم شراء غذائية قدمتها السفارة الإماراتية بالنيابة عن الهلال الأحمر وعدد من هيئات وجمعيات العمل الخيري في الدولة للأسر اللاجئة والمعوزة في غالبية محافظات المملكة بالإضافة لتوزيع زكاة الفطري وشراء كسوة العيد لمئات الأسر المستحقة والله أني مبسوطة كثير الحمد لله أنها فرجت الحمد لله الحمد لله أن الولاد رح ينقصته ورح يفرح ويعيده الحمد لله رب العالمي الله يهشيل عنكم يا رب ويفتح عليكم يعطيكم لما يرضيكم كل واحد تبرع لها الطفال اليتمان الله يطرح لها البركة في ماله وفي عياله ويبعد عندها كل مقروه يا رب الدعم الإماراتي إن كان من خلال السفارة في عمان أو عبر الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية الإماراتية بدأ قبل دخول رمضان بحملات لم تتوقف طوال أيام الشهر بهدفي جعل العائلات اللاجئة والمعوزة تستقبل عيد الفطري بذات البسمة التي استقبلوا فيها شهر رمضان المبارك أتعز علينا أتعز في قلوبنا أن نشوف أخواننا اللي من لحمنا ومن دمنا اللي من واجبنا أن نقوم على مساعدتهم بكل معنى الكلمة اللي ترتقيها من نوع المساعدات لا بد أن نوصل لهم العيشة الكريمة لا بد أن نوصل لهم الحياة الكريمة اللي يرتقي إليها المسلم العربي في كل أرجاء الوطن العربي في كل بقاع المملكة تحاول الإمارات وأذرعها الإنسانية بث الخير والسعادة في نفوس كل محتاج لتكن خير داعم للدولة الأردنية في تحمل أعباء أزمات اللجوء المستعصية تتنوع أوجه الدعم وتتعدد الهيئات والجمعيات الإماراتية الداعمة لهذه البرامج الخيرية الموسمية والهدف في المقام الأول حماية إنسانية الإنسان من عمان لقنوات أبو ظبي حازم الخطايبة